طب إيه الأدوات اللي أنت شخصياً استخدمتها عشان تبني شركتك أنت؟ طبعاً خبرتي في المجال نفسه يعني دايماً أنا يعني في حد مرة قالي حاجة أن دايماً الـ CEO كانوا بيبتدوا on the floor من تحت خالص من تحت خالص فلازم تكوني على الأرض الواقع على الأرض عرفة الـ client بتاعك عرفة الـ audience بتاعك عرفة فهمة المنتج اللي أنت بتبعيه كويس جداً 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 لأنه لو مش فهمة ويضون بليف أنت مهم جداً أنت تبقي مؤمنة بالحاجة اللي أنت بتسوقيها أو بتتكلمي عنها ولو مش مؤمنة بيها محدش هيؤمن بيها بالتالي فالمصدقية دي شيء مهم جداً ففي حاجات معينة بتتعلميها بس بتكتسبيها من الخبرات الحقيقة من أنت تشتغلي on the floor وتكوني اشتغلتي في المجال اللي أنت عايزة تنجحي فيه صح ده الحقيقة يعني طبعاً علاقاتك اللي بتبنيها وانت بتكبري دي بتفضل معاك خبرتك بتفضل معاك أنا طبعاً بالنسبة لي كان شيء مهم أن أنا أحدد رؤيتي الرؤية دي شيء مهم جداً طبعاً شتبقاً فأتيمشي فين؟ بالزبط في حاجات كتير في النص ممكن تاخدك فطورة مختلفة بالزبط فالرؤية توضيح الرؤية ده لأي رائد أعمال شيء مهم جداً تاني حاجة أني تتحددي قيمك إيه؟ أنا النهاردة إيه قيمي للشركة دي؟ علشان تعرفي أنا حتكلم مع مين وحمسل إيه؟ الحاجة التانية إن أنا إيه هي الحاجة الفريدة من نوحة اللي أنا بقدمها؟ لازم يبقى عندي حاجة بقدمها الحاجة الفريدة من نوحة اللي الشركة بتقدمها اللي إحنا عندنا التفكير الدولي أو العالمي بمنظور شرقي فإحنا فاهمين كويس قوي البرانز الهومجرون الشرقية سقفتها إيه؟ احتياجاتها إيه؟ الكلائنز بتاعهم شكلهم إيه؟ بيدوروا على إيه؟ وفي نفس الوقت عندنا معايير دولية فالميكس ده هو الحاجة اللي خليتنا ننفرد جداً والحاجة التانية إن إحنا متخصصين جداً في اللي إحنا بنعمله مركزين قوي في اختصاص معين قوي وبنعمله حلو قوي حلو جداً طب إنتوا كمان بتطوروا البرانز اللي معاكوا من إن هما يبقوا برانز محلية أقوياء في المجال بتاعهم هنا في مصر بتطوروهم من هما إقداروا يوصلوا للعالمية بقى كمان بتعملوا بقى الحتة دي إزاي؟ والناس كتير ممكن يبقى بالنسبة لهم تما أنا عندي هوا براند وحققت نجاح هنا في وصل وأنا جامد جداً بس أوصل بقى ورز زي هي دي الكريكة بقى اللي الكل بيبقى بنحتار فيها بسي هو أي براند عايزة تبقى عالمية دي حاجة لازم يبقى قرار من دي وان يعني ممكن يبقى قرار ياخدوا at some point بس مهمة أوي زي ما قلت الرؤية دي تبقى واضحة فأنا النهاردة أي براند عالمية أنا لبقى بنقول البراند العالمية نكحة علشان هما يعني ماشيين في قصص أو أعمدة مزبوطة فهو الفكرة مش أن أنا بس أبقى عالمية أنا ممكن أبقى براند مصرية عالمية أو براند عربية عالمية فأقول لنا عالمية معنا كده أن أنا بتتبع standards متفق عليها عالميا أنها دي standards النجاح فإيه هي standards أو building blocks أو الأعمدة اللي بتميز أي براند أنها دي عندها استمرارية أن أنا النهاردة أول ما بشتغل مع أي براند لازم نحقق أهدافهم كويسة ولازم نقرر إيه هي الأهداف اللي أنا عايز أحققها للبزنس دي على المدى القصير والطويل الحاجة التانية إيه هي الاستراتيجية اللي حتوصلني نحقق الهدف ده ولازم تبقى واضحة جدا وليها وقت معين جدا الحاجة اللي بعد كده هي خطة تنفيذية اللي أنا هعملها وإيه هي البودجت أو الميزانية اللي أنا هستخدمها لأن أنا حقق ده وبطريقة ذكية مش معنا أن أنا أحط فلوس كتيرة في حاجة يبقى هي هتحقق لي عائد ممكن أحط فلوس قليلة فحاجة معينة تبقى نكحة جدا وحط فلوس كتيرة في حاجة تانية ما تنجحش فهي من هنا بيجي الخبرة أن أنا أبقى عارفة من دي وان وإيه هم يعطوا فلوسهم في إيه ومحطش يعني العالم اتجاهاته فين وإيه الأساسي دلوقتي إن هو يبقى موجود عند أي براند فمن هنا بتيجي بقى الأساس اللي هم تحديد الهوية للعلامة التجارية ده شيء أساسي في براند كتيرة ما بتهتمش بدا وده اللي بيفرق براند من ممكن نقول حد هاوي أو بيزنس من حد هاوي فإن أنا أنا أبقى عندي هاوية واضحة جدا العلامة بتاعتي لازم أكون محددة أهدافي زي ما قلت ورؤيتي لازم أكون فاهمة الأوديونس اللي أنا بكلمه كويس جدا وهو فين؟ يمتواجد فين؟ شخصيته عاملة زي؟ سنه؟ إيه؟ الكوة الشرائية بتاعته إيه؟ لازم أكون بقدم منتج قوي جدا المنتج ده شيء أساسي يعني مش بس هاهتم بالعلامة التجارية والبراند والتسويق لازم كمان أكون بأسوق واشتغل على الكواليتي بتاعت المنتج بتاعي بيكون بينافس فعلا عالميا ودي حاجة أنا يعني بشوف فيها بشوفها في براند بحالية كتير وعشان كده أنا قررت يعني إن أنا دي تبقى يبقى اختصاصي يعني والحاجة الأخيرة إن أنا إزاي أفضل عندي استمرارية إن أنا مش بس أعمل حاجة مضبوط مرة واحدة إزاي تكملي فيها ومش النهاردة وخلاص ده اللي بيخلق مصدقية عند الكلاينت بالنسبة للبراند